وبدوره أعرب الأزهر الشريف عن إذانته واستنكاره الشديد لما تمارسه سلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق المقدسات الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف وشدد الأزهر الشريف في بيان له على أن ما تقوم به السلطات السويدية من مواصلة منح موافقات لحرق نسخ المصحف الشريف يعكس سياسات فوضوية وتطرفا بغيضا ودعما للإرهاب ومعاداتا للمسلمين في ربوع الأرض كما أكد الأزهر أن السماح لهؤلاء الإرهابيين بحرق القرآن الكريم يمثل جريمة بحق الإسلام والأديان والإنسانية ووصمة عار على جبين المجتمعات